بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم والتسليم وعلى آله وأصحابه أجمعين اليوم نستضيف الشيخ ماجد أستاذ الشريعة والخطيب والواعظ الذي له حضوره المميز في مساجدنا نستضيفه على مائدة القرآن بإذن الله تعالى أهلا وسهلا بك شيخ ماجد حياكم الله أستاذ وليد حياكم الله يعني المحور الأول كيف نرى دور القرآن في عملية الإصلاح الاجتماعي والبناء الأخلاقي في مجتمعاتنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه ومن صار على دربه وتبع هداه بإحسان إلى يوم الدين يقول الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يعني أقوم في كل المجالات ومن ضمها ومن أهمها اللي هو الجانب الأخلاقي وهذا الجانب الأخلاقي البعض يعتبره يعني شيء بسيط لا هو الحقيقة أمر مفروض ولذا من أبرز الصور التي نزلت تعالج الجانب الأخلاقي في حياة المجتمع المسلم سورة النور وقد بدأها الله سبحانه وتعالى فقال سورة أنزلناها وفرضناها يعني مش الجانب الأخلاقي حاجة بسيطة بل هو فرض ربنا أنزل هذه الصورة وفرضها نعم وبالتالي كانت كانت النور اسمها سورة النور الله نور السماوات والأرض والنور في كل حياة الإنسان المسلم نور في عقيدته نور في تعامله نور في أخلاقه في كل حياته نور ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم امتدحه الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز فقال وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ولما سئلت سيدة عائشة وأمنا رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قالت؟ كان خلقه القرآن وإذا نتصفح بعض الآيات الكريمة نجد القرآن مليء بالجانب الأخلاقي انظر مثلا فاصفح الصفح الجميل مش بس صفح الجميل كذلك قال الله عز وجل وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ على أن لا تعدلوا اعدلوا وأقرضوا للتقوى لاحظ الآيات كثيرة مثلا لما قال الله سبحانه وتعالى يَا أَيُهَا لِنَا آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا علَّمنا آداب الاستئذام رقي عظيم قال وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَةُ مَا قَالَشْ وَلَا تَزْنُوا مسح ومحى كل المقدمات حتى يبقى المجتمع طاهر مجتمع عفيف مجتمع كريم ولذا علَّم الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام القرآن رويدا رويدا كان يقرئهم العشر آيات العشر آيات ما يتجاوز العشر آيات الأولى وينطلق بها حتى يتلونها ويتعلمونها ويفهمونها ويعملون بها يعني شيخ ماجد يعني موضوع فعل القرآن في الأخلاق يعني مثلا قد يقول بعض الناس قرآن ينزل من السماء ويتحدث في تفاصيل هذه الأمور البسيطة مثلا الاستئذان عندما يدخل البيت أو موضوع الغيبة موضوع ولا تجسسوا ولا يقتب بعضكم بعضا كتاب ينزل من السماء من رب العالمين حتى يتحدث في هذه الأمور الصغيرة لكن بالمقابل نقول أنه الله سبحانه وتعالى أعلى من شأن هذه الأمور التي تبدو لبعض الناس أنها صغيرة وجعلها من الأمور الهامة جدا لأنها أخلاق لذلك يعني نستطيع أن نقول أنه القرآن الكريم هو كتاب أخلاق بامتياز طبعا كتاب أخلاق مع أمور أخرى كثيرة كتاب أخلاق كتاب تشريع كتاب سياسي كتاب اقتصاد كتاب لكن الأخلاق أخذت مكان كبير جدا في القرآن دعنا شيخ ماجد نشوف اليوم يعني لما فعل القرآن فعله أنتج أمة الأخلاق وأنتج هذه الأخلاق العظيمة اللي الله صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق فالقرآن تمم مكارم الأخلاق و ارتفع بها عاليا و أنتج جيلا يعني جيل فعلا نستطيع أن نقول عنه أنه تمثل أخلاق القرآن تمثلا صحيحا اليوم يعني أمة القرآن نوعا ما نجد أنه في ضعف كبير في الأخلاق ما رأيك تشخيص هذا الواقع و لماذا الآن القرآن صار مفعوله ليس كما كان في يوم نزل نعم بارك الله فيك هذه قضية مهمة جدا يعني أولا الله سبحانه وتعالى في منهجه القرآن القويم جمع ما بين الأخلاق الربانية و الأخلاق الإنسانية الأخلاق الربانية بتعميق الصلة بالله سبحانه وتعالى بتعميق حسن التوكل على الله بالرجاء في رحمك الله في الخشية من عذاب الله في الصبر على البلاء في الرضا بالقضاء إلى آخره يعني أسماء الله الحسنة كلها أخلاق بلا شك نعم الحليم الرشيد الصبور نعم ومع ذلك ربطها بالأخلاق الإنسانية لا يستطيع الناس أن يتعايشوا إلا بها بين بعضهم البعض لاحظ فمثلا على سبيل المثال قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام ثم قال ماذا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والآيات كثيرة والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلوا للنفس التي حرم الله إلا بالعقل وكثير والذين لا يشهدون الزور إذن جمع ما بين الأخلاق الربانية والأخلاق الإنسانية اللي بتعامل فيها مع الله واللي بتعامل فيها مع الناس للأسف هذه المشكلة يعني هي إحدى أهم العوائق اللي موجودة اليوم في مجتمعنا حتى نرتقي بأخلاقنا وبقيمنا في أزم التطبيق في انفصال ما بين الجانب التعبدي الخاص وما بين الجانب الأخلاقي يعني مثال بتضرب مثال على أزمة التطبيق وليش؟ يعني مثلا نجد أنه التضامن مع موضوع الأسرة بتلاكي أسرانا في السجون مضربين عن الطعام وأخلاقيا وإنسانيا ووطنيا ودينيا واجب شرعي أني أتضامن مع إخواني الأسرة الموجودين في السجن نجد الناس يقبلون على الصلاة تجد في المسجد صلاة الجمعة مثلا 2000-3000 مصلي لكن من يذهب للتضامن مع الأسرة وقفة تبعد عن المسجد 100 متر أو أقل لا يذهب من 2000-3000 مصلي لا يتجاوز 20 أو 31 واحد هذا واجب وهذا واجب والصلاة لما الإنسان يعني هي أخلاق هي أخلاق لما يسجد ويركع تواضع وانتماء انتماء لقضيته انتماء لدينه انتماء لشعبه انتماء لأمته لماذا لا يعبر عن هذا الانتماء بالواجب الآخر الوقوف مع الأسرة يعني صحيح شعبنا يقف وهناك مظاهرات ومسيرات لكن أحيانا ليس كما يجب نفصل بين واجب وواجب بين أخلاق وأخلاق نعم هذا صحيح وهذا يعني مظهر من هذه المظاهر والمظاهر كثيرة يعني على الجانب الأخلاقي والاجتماعي يعني تجد انه ممكن يصلي وفي الصف الأول ولكن لا يجد حرج في مثلا ان يتعامل بالقرودة الربوية على سوى المثال ممكن مثل اتفضلت يصلي وكذا ولكن مش مستعد يوقف وقفة قد يكون لها تبعات كذا إلى غير ذلك ممكن إنسان يكون يصلي الصلوات ولكن يماطل الناس في أداء حقوقهم مثلا يعني القضايا كثيرة لكن الصحابة الكرام كان عندهم أخذ الآيات الكريمة تعلما وفهما وتطبيقا على طول يتلقى الآيات مشان إيه مشان يطبقها وجملة واحدة وينتزم فيها جملة واحدة دون انتقاء بالضبط اليوم ننتقي ما يتوافق مع هوانا نأخذ به ما لا يتوافق يعني نزيحه جانبا في مشكلة في الانتقاء اليوم ولذا قال الله سبحانه وتعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خذيهم في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب فلا يجوء يعني كما قال الأستاذ سيد خذوا الإسلام جملة أو دعوه كذلك مثل ما قال أحد العلماء دوروا مع الإسلام حيث دار نحن الأسف البعض يحاول يدور الإسلام لمصلحته أو لهواه ما يناسبه يأخذ به ما لا يناسبه يعرض عنه وبالتالي ممكن يلف على مئة عالم شيخ كيف نفعل القرآن في نفوس الناس بحيث لا يفعل هذا الفعل الانتقائي كيف يأخذ القرآن دوره بحيث فعلا الناس يلتزموا أخلاقيا بشكل كامل المجتمع يرتقي في أموره الاجتماعية يعني مثلا موضوع السلة الرحم وتماسك المجتمع مبني على أخلاق سلة الأرحم بر الوالدين الإحسان للجار كل هذه أخلاق تؤدي في النتيجة إلى مجتمع متماسك مترابط متراحم لكن ضعف هذه الأخلاق تؤدي إلى تفكيك هذا المجتمع انتشار الجريمة انتشار المنازعات والحرمان الميراث وأمور كثيرة جدا بيصير بتنتابنا نتيجة ابتعادنا عن الهدي القرآني في مشكلة كيف احنا فعلا نلتسق بالقرآن بطريقة أفضل نعم أولا يعني لابد أن نفتح قلوبنا للقرآن الكريم يعني لازم نستقبل القرآن بصفاء وهذا كان ديدا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنين لازم نعمق صلتنا بالله يشري بخلينا نلتسق بكرام الله هو حبنا لله وتعميق صلتنا بالله سبحانه وتعالى فكل ما ارتفع إيماننا وزاد قربنا من الله سبحانه وتعالى كل ما كان قربنا من القرآن له كلام الله سبحانه وتعالى بشكل أفضل وأقوم كذلك هناك خلل يعني هام يعني انظر مثلا كما ورد في بيوت المدينة يوم ما كنت تدخل على بيت على بيوت المدينة تسمع هناك في دوي كدوي النحل يقرؤون القرآن كلهم يقرؤون القرآن في إقبال الكبير الصغير الأب الأم الجد الجدة الطفل الذكر الأنثة الكل يقبل على القرآن على مائدة القرآن عشان هيك طلع مثل ما سماله سيد جيل قرآني فريد نعم نعم الحمد لله موجود هذا في أمثلة وفي نماذج الخير موجود الحمد لله ولكن مش بالمستوى مثل ما فضلت المصدوب اللي ينبغي أن يكون يعني اليوم انظر مثلا تجد مثل ما قلنا الصحابة كانوا كل علاقتهم بالقرآن اليوم الملهيات كثيرة يا أستاذ وليد الملهيات كثيرة اليوم كل واحد مع جهاز خلوي واحد أو اثنين أو نعين ثلاث وكل واحد في البيت قاعد على هذا الجهاز وينما يكون هو في الشارع هو كذا كل هذه الملهيات يعني لا بأس طبعا هذه فيها شغلات إيجابية وطيبة لكن ينبغي أن تنظم وأن لا يترك أن لا يذهب الوقت سدى في كثير من الأمور التي تتعلق في يعني هذه الأجهزة الخلوية المشبوكة على النت وتواصل الاجتماعي وغيره بالإمكان إنسان يغتنم وقته بشكل أفضل بحيث يعني يعمق صلة بالله يعمق صلة بالقرآن يرتقي بهذه الأخلاق يعني النت اليوم من نوع نقول داء العصر هو له إيجابيات كثيرة وله سلبيات لكن كيف كما تفضلت ننظم وقتنا ما بين القرآن وما بين النت والنت المفيد النت مليء بالقرآن والمواعظ والأشياء الإيجابية لكن كيف يكون للإنسان إرادة إرادة تحكم بالذات وبجوز نحن نقول بدل من نكون عبد للنت مطلوب من الإيمان إيمانيا مطلوب من أن تكون سيدة على النت تمارس سيادتك الإيمانية سيادتك القرآنية تمارسها على النت تمارسها على وقتك على جهدك طيب شيخ ماجد بدي أنا أسأل يعني إحنا في رمضان نقبل كثير على القرآن الناس تقبل كثيرا على القرآن الكريم خاصة في شهر رمضان شهر القرآن لكن 11 شهر يادوب الواحد يقرأ سورة في الأسبوع في مشكلة إنه اهتمامنا في القرآن صار موسمي صحيح يعني هذا كيف نعارج هذه المشكلة نعم يعني هو وقال رسوله يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورة وللأسف يعني إنه الناس تبتعد عن القرآن في غير شهر رمضان بلا شك شهر رمضان هو شهر القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن والقرآن والصيام يعني توأمان ويشفعان للعبد يوم القيامة وهذا أمر عظيم ولكن ينبغي مثل ما يكون فيه عندنا اهتمام بالقرآن الكريم في شهر رمضان إنه نواصل هذا الاهتمام ما بعد رمضان حتى يعني نستمر في إحسان الصلة بالله سبحانه وتعالى وننظم أمورنا على ذلك فيجعل كل واحد منا لنفسه يعني جزءا من القرآن ومجلسا من القرآن اللي يرتقي فيه هي كلمة مجلسا من القرآن يعني الجماعة تشجع لما نفعل دور المسجد مع القرآن الكريم حيث تكون فيه جلسات تفسير جلسات تحفيض جلسات يعني وعظ يشجع على أن تقبل الناس على القرآن على مدار السنة أعتقد أن هذا قد قد ينتج يعني ثمار سريعة في حياة الناس يعني شيخ ماجد أنا بسأل يعني بجوز لو ما ترك المسألة فرديا يكسل الفرد إنما إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية لكن إذا صار فيه فعل جماعي ممكن الجماعة تشجع يعني حاضنة أقصد حاضنة تربوية حاضنة قرآني لا 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 امام الناس بالقرآن الكريم بلا شك ما تفضلت به يعني أمر عظيم وتوجه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله ما جلس قوم في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم هذه النقطة المهمة أستاذ وليد إنه مش بس يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم يعني يتدبر أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها تدبر الفهم التعلم تعليم القرآن بيختلف عن فقط تلاوته لذا قال الله عز وجل على لسان سيدنا إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يتلو وبعدين قال ايه ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم بعد التلاوة بيجي التعليم والتزكية فهذه نقطة يعني مهمة جدا وكما تفضلت يعني الجلوس في الجماعة وفي المسجد هذا أمر يعني عظيم يشجع ويعين ويعني الحمد لله رب العالمين يعني لما كانت يعني المساجد ما يخذ دورها الصحيح والطبيعي والعظيم أدت دور عظيم في إنشاء جيل إيماني أخلاقي تربوي لكن وللأسف يعني عندما أصبح هناك تقزيم لدور المسجد وأصبحت المساجد مغلقة وهي مفتوحة مغلقة وهي مفتوحة للأسف يعني مرت فترة كبيرة وما زال نعاني من آثارها ومنها كمان تمنع حلقات العلم تمنع دور التحفيظ تمنع الجلسات الإيمانية والتربوية والتعليمية والمحاضرات اللي ترتقي بأخلاق هذول الشباب لما منع المسجد من دوره الحقيقي أصبح الشباب وين يكونوا يكون للأسف في الأرقيل والكفينت وغيره وبالتالي الأخلاق للأسف يعني نزلت وهبطت وهذا أدى للمظاهر اللي بنشوفها من قتل وغيره وجرائم وأصبحت يعني زائدة وكبيرة ويعني كما قال الشاعر إنما الأمم والأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا معيار يعني ومقياس نجاح واستمرار الأمم هي الأخلاق شيخ ماجد أنا بدي أطرح بس نقطتين إذا سمحك نقطة الأول اهتمام بالأطفال في موضوع القرآن يعني تفعيل الأطفالنا مع القرآن الكريم اثنين العائلة العائلة دور العائلة يعني أنا شاهد على عائلات مثلا بيبكى رب الأسرة أو الأم في الأسرة صاحبة رسالي واهتمام بالقرآن تعكس ذلك على أبنائها كمثال اسمحنا أقول لك أنت في بيتك أبنائك أنا بعرف أبنائك وبعرف كديش انعكس الروح الدعوية اللي عندك والرسالة بتحميلها أنت وزوجتك رحمه الله كيف كان دورها نعم انعكس على الأبناء فدور الأب أنه يتفرغ لأبنائه أو على الأقل يبعثوا على المسجد ويكون في المسجد اهتمام بالأطفال هذا بتصور يعني له دور في تفعيل العملي للقرآن الكريم في صياغة أخلاقنا والرقي بمجتمعاتنا الله يكرمك يبارك فيك ربنا يحفظ جميع أبناء المسلمين إن شاء الله تعالى وشبابهم وصباياهم يا رب العالمين اللي تفضلت فيه هو أمر عظيم الأسرة هي اللبنة الأولى وهي صاحبة التنشئة الأولى وهذه التنشئة مهمة جدا في صياغة هذه الأسرة وفي تربيتها وفي تعليمها وخاصة في الفترة يعني هذه من الأربع إلى سبع سنين هذه فترة حساسة جدا يعني ترسم الخطوط العريضة لحياة الفرد إلى طول عمره فبالتالي عندما يعني يكون هناك أبوان يعني من أهل الدين ومن أهل الإيمان ومن أهل القرآن هذا الحمد لله رب العالمين وينعكس على أبنائهم هذا إشي عظيم جدا وأي إنسان يعني لا يستطيع أو فيش عنده إمكانية أو كذا مثل ما تفضلت بإمكانه يعني أن يدفع بابنه أو ابنته إلى دور تحفيظ القرآن الكريم إلى المساجد حتى يتعلموا القرآن ويرتقوا بالقرآن وبأخلاق القرآن شيخ ماجد هذا شيء يعني أعظيم ومهم بارك الله نحن يعني نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه الضيافة الكريمة بما أتحفتنا به من نفحات قرآنية وعيمانية تربوية وإخلاقية طيبة من معيني تجربتك وخبرتك مع القرآن ومع الدعوة كل الشكر وتقدير لك شيخ ماجد كما وأشكر لكم أيها الإخوة المتابعون على متابعتكم لنا في هذا البرنامج خذ الكتابة بقوة اشتركوا في القناة